اشتركوا في القناة اطلع البعض منكم على وظيفة من وظائف الايو اس قل ما يستعملها الكثير وهي في الحقة مهمة وظيفة تقطع المجال او تقطع الطريق امام المتطفلين من جهة او حتى امام مثلا فئات كالاطفال في تعاملهم مع اجهزتنا قد نحرجوا فنطالبوا بهاتفنا مثلا من طرف شخص ما او قد يضغطوا علينا ابناؤنا فنضطروا الى ان نعطيهم الهاتف وفي الحقيقة يطرح مشكل او تطرح مشاكل على الاصح في تعامل هذه الفئات كلها مع هاتفنا اذا دون اطالة هناك خاصية الوصول موجهة التي تمكننا من ان نحصر تحرك من نعطيه ايفوننا في تطبيق واحد دون اطالة اضغط على يعني اعدادات اعودوا الى البداية حتى انطلق معكم من البداية ثم اذهب الى عام ثم امكانية الوصول لدول الاحتياجات الخاصة ثم انزل الى قبل ان ادخل الى اعدادات اكسي قيدي الوصول موجه انزل الى راكورسي اكسي سي بي دي يعني اختصار امكانية الوصول الذي سبق ان تحدثت عنه في سلسلات الايفون بين يديك اذا هنا افضل ان يتم اختيار الاكسي قيدي الوصول موجه كهدف نصلو اليه بالضغط على زير الهوم ثلاث مرات وساطلعكم لاحقا كيف سادغط على زير الهوم ثلاث مرات بطريقتي دون ما الحق اي ضرر بهذا الزر ونستبعد كل خيارات اخرى كفويس اوبر وغيرها اذا الان انزل انزل الى اكسي قيدي هذا الاكسي قيدي الوجه الوصول الموجه اعدادات بسيطة نقوم بها قبل ان نبدأ تفعيله قبل ان ابدأ تفعيله امامكم هنا التفعيل ديال اكسي قيدي او عدم تفعيله ها هو وفاعله وهنا واحد ديسكريبسي واحد شرح بسيط اذا هاد المسألة وصف مختصر حول وصول الموجه الخروج من الاكسي قيدي يحتاج الى كود وهذا هو الاكسي قيدي يعني على حقيقته يجب ان نفعيل الكود اذا لا نفعيل الكود ولا نستعمل البصمة اذا هنا البصمة والكود نضغط هنا اضغط واختار اي كود يجب ان اتذكره طبعا لا تضعه بهذه السهولة التي وضعتوه بها واكد الكود ها هو قد فعل هذا الكود هذا بمعنى وقت محدد ان اردت ان اردت ان تفعيل هذه الخاصية خاصية الوقت المحدد في حق يجب تفعيلها ليعود الهاتف الى الى حالته الى حالته الطبيعية وطبعا حينما يقارب الوقت على الانتهاء لك ان تفعيل صوت معين نجب ان تفعيل هذه الخاصية وهنا نفعل في الاسفل بمعنى نفعل افعل الخاصية في المكان الذي ارشدتكم اليه السابقا وافعلها ايضا هنا هذا هو كل ما يتعلق بالاعداد اذا الان سوف استعمل الخاصية لاحظوا معي ادخل الى تطبيق معين مثلا لنقول انه الفيسبوك مثلا ندخل الى الفيسبوك عادة لا اعطي هاتفي وهو داخل الفيسبوك الى غيري ولكن هذا مجرد مثل ليس الا اذا سوف افعل الوجوه الوصول الموجه لاحظوا معي هنا تأتي النافذة تخبرني حينما ضغطت ثلاث ضغطات لم يبدأ تفعيل يجب ان اضغط على انطلاق حتى يبدأ تفعيل ولكن هنا واحد الاعدادات بسيطة ماذا اريد ان افعل ايضا في مدة ماذا اريد او ما اريد ان امنع منه من يمسك بهاتفي ماذا اريد ان امنعه من فعله وهو يمسك هذا الهاتف لاحظوا معي يعني لا يستطيعوا او لا تشتغل بوتون 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 الصوت يعني كل ما يتعلق باللانيماسيون الحقيقة لا ادري كيف اترجمه العربية كل ما هو مهتز ومتحرك في الهاتف ايضا امنعه من استعمال حتى المفاتيح ايضا احتى يعني ان يقوم بلمس الشاشة ليصدر امر معين وهنا هاتف ويحدد تحدد لونتا انت الذي تحدد نخليها دقيقة كما يمكن لمستعمل الايفون الذي يريد اعطاءه للغير كالابناء مثلا وهذا ممكن مثلا لتمكنهم من استعمال لعبة معينة او غير ذلك يمكن له ضمن هذه الخاصية خاصية امكانية او الوصول الموجه يمكن له اخفاء اجزاء معينة من الشاشة مثلا سأحاول الان اخفاء اخفاء مجموعة اخفاء الصورة مثلا وذلك وذلك بوضع الاصبع على منطقة معينة وتمريره باستمرار وكأننا نرسم رسما معينا ها هو لاحظوا معي اذا باخفائه ونضغط روبروندر ان كنا قد اوقفنا الخاصية في المنتصف او ديمار لاحظوا معي نوعا ما مخفات او مؤشر عليها لمن يريد هذه الخاصية هنا اضغط ديمار لاحظوا معي الان مهما فاعلت في الايفون فانه لا يخرج من الفيسبوك لاحظوا يستطيع ان يتحرك في الفيسبوك كما يشاء ولكنه ولكنه لن يخرج منه بقي ان اشير الى انكم يمكن ان تستعيدوا عن الضغطات تلاث الى الاسيستف و تضغطوا على الاسيستف وهذا موضوع اخر لاحظوا معي اضغط على الاسيستف فانها لا تخرجني من الوصول موجه كيف اخرج الاسيستف الاسيستف اخرج اخبرني بان وقت الاسيستف اخرج 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 يطلب مني يطلب مني الكود الذي ملأته سابقا اخرج 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 تشغيل خاصية ولكنني سوف اخرج اضغط فان واخرج الآن عاد الايفون الى حالته الطبيعية هذا كل ما يتعلق بخاصية الوصول لموجه بقي ان افتح قوسيني صغيرين لأقول انه في امكاني ان اشرح خاصية الوصول لموجه في اقل من دقيقتين ولكن ان اردت ان يوجه شرحي من جهة المتقدمين في تعاملهم مع الايفون ومن جهة اخرى استثني اخواني واخواتي مستعملي voice over لهذا اوجه الدعوة لباقي متتبعي اسبراستيك ان يتحلوا بقليل من الصبر وان يضعوا بحسبانهم ان معهم اخوة لهم واخوات لهم يريدونهم ايضا ان يتعلموا ما يتعلق بتعاملهم مع جهاز الايفون ولن يتأتى لهم ذلك اذا كان باقي متتبعين او متتبعي القناة يلحون على الصرعة في الشرح عذرا ان كنت قد اطلت عليكم الى ان القاكم في مرة قابلة بحول الله استودعكم الله الذي لا تضيع وذائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته